لأصدقاء العزاء والزملاء في كل مكان وفي كل زمان والإخوة والأخوات نحييكم بكل تحية نحب أن نحييكم بها صباح الخير مساء الخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى آخرة نتمنى لكم إن شاء الله في هذا العام حياة هنيئة سعيدة لكم جميعا إن شاء الله ويكون عام سعادة وخير علينا جميعا أنا بس بظبط الكاميرات اليوم هنتكلم معاه عن موضوع مهم جدا يمكنك كلامت شي مرة قبل كده عن كيف أو نحكم على المسؤول وحطي 63 نقطة وكيف نحكم على المؤسسات وحطينا 20 نقطة قبل كده هو واليوم هتكلم منتظ صراحة عن من هو الخائن الوطن من هو الخائن الوطن وطبعا اليوم الكلام اللي هنتكلم فيه لأشياء مهمة نحن نلاحظها كل يوم في منصات التواصل الاجتماعي في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لدول كتيرة في العالم كله سواء كان في العالم الغربي أو العالم الشرقي أو العالم الشمالي أو العالم الجنوبي أنا ليه بتكلم عن هذا الموضوع في الوقت ده بالذات يعني ليه في الوقت ده بالذات بتكلم عن الموضوع ده أنا بيجي لي مكالمات كتيرة بيجي لي تساؤلات كتيرة من بعض الشباب اسألوا فيها عن تصرفات بعض المسؤولين اسألوا فيها عن تصرفات بعض المسؤولين سأكل مسؤولين ده على مستوى الوزارة على مستوى رئاسة الوزارة على مستوى الجمعيات على مستوى المؤسسات على مستوى الدول على مستوى كل المستويات الشباب أصبح محتار وحيران للإجابة عن بعض الأسئلة لماذا نتحدث عن هذا موضوع في هذه الأونة من الزمان وهذا المنعطف المنزلق في تاريخ الإنسانية نحن في منعطف خطير جدا 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 كل شوية بينزلق بكثير من الناس إلا القلة من هؤلاء الناس اللي بكون ثابتة على الحق لأننا نعيش في زمن تسمعوا لهذا الكلام في العشر نقاط 11 نقطة نعيش في زمن يكذب فيه الصادق ويصدق فيه الكاذب دائما الرسول صلى الله عليه وسلم قال قبل كده يحلل فيه الحرام ويحرم فيه الحلال هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم منذ أكثر من 1400 سنة وكفة الأنبياء والرسول كذلك يؤمر فيه بالمنكر وينهى فيه عن معروف علشان كده أنا بتكلم اليوم عن هذا الموضوع يحترم فيه المفسد الإنسان المفسد اللي بيفسد الشباب السارق اللي كذا اللي كذا كذا بنحترمه المجتمعات بنحترمه يحترم فيه المفسد ويحترق فيه المرشد الذي يريد أرشاد الناس للهداية يحتقر فيه يحتقر فيه يمجد فيه التغاة ويحتقر فيه مصلحين الإنسان المصلح بيحتقره زي ما حصل مع الأنبياء والرسول من قبل أما التغاة فيبقلوا وتفشل إسلام السجاجين الحمراء والخضراء والزرقاء إلى آخره يمجد فيه التغاة ويحتقر فيه المصلحين يتقدم فيه الجاهل اللي قاعد بيكلم الناس هو الجاهل اللي انت بتشوفوه قدامكم في الإعلام الجاهل والجاهلة جاهل يقولون بس جاهل جاهل ومفسد وجاهل وطاغية وجاهل يأمر بالمنكر وينهى عن معروف وجاهل وكاذب يتقدم فيه الجاهل وتوارى فيه العالم وتوارى فيه العالم يتحدث فيه التافي الإنسان التافي تافي اللي هو رسول الله عليه وسلم وصفه زمان بقال لهم من روايبذات أم اللي بيتكلمه عن روايبذة يتكلم عن روايبذات تتكلم سبا كنا نساء أو رجال يتحدث فيه التافي واسمت فيه العاقل خلاص مش عايزينك أنت أنت كلامك زي ما قالوا سيدنا لوت من قبل أخرجوهم من قلاتكم إنهم ناس يتطهرون دول النضاف دول طهرين إحنا مش عايزين الطهرين مش عايزين النضاف يتبعوا فيه الغوغاء يعني إحنا ماشيين وراء الناس الغوغائية اللي ماشيين بالطبلة والزمارة وبرقسوا عن مهلبية يتبعوا فيه الغوغاء ويعزلوا فيه النجباء ده اللي إحنا شايفينه زي ما بدنا نتكلم اليوم عن مين اللي بيخلون الوطن يعني إيه خيانة لما نشوف كل مسلحة الحشياء هي أمامنا نصب العين يسجن فيه الشرفاء ويطلق عنان الخبثاء كل تلاقي كثير جدا من الشرفاء من البنات والنساء والرجال والعلماء والمفكرين والمثقفين إلى آخره إلى آخره هم المسجنين سجناء الرأي وسجناء الحق هم المسجنين أما الخبيث الخبيث الجاهل الغوغائي هو اللي ماشي في الشارع حر أو حرة تتنعم بما عندها تتنعم بما عندها أو يتنعم ما عندها يشيب فيه الغلمان يعني الغلام بيشيب زي يوم القيامة يشيب الغلمان من ايه من اللي بيشوفها بيشوفه من الحواليه من قريبه من جرانه ومن من من ويتصاب فيه الشيبان تلاقي الرجل تشيب عنده 80 سنة و90 سنة وماشي عايز يبقى شاب عنده 15 و25 سنة يتصاب لإيه لتصاب للفاحشة تبجل فيه الفواحش من احترام الفواحش قبل وتبقى حرية شخصية يا سلام وحضارة وإنسانية ومدنية وتضم فيه المكارم زي ما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قبل كده سيأتي عليكم زمان سيكون الممسك على دينه كالممسك على جمرة من النار فيه معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم احترام للأرباب احترام للناس احترام للأله احترام للأنبياء احترام للرسل احترام للقيم لعادات التقاليد وتقام الولاء من المن للذئاب تقوله مرة تانية عشان دين مقدمة عشان نقول لكم ليه اه بس احنا عايشين محاطين بهذا المناخ المسمم السيء القاتل المدمر ما نتحدث عن هذا الموضوع الموضوع الخيانة لأنه نعيش في زمان يكذب فيه الصادق ويصدق فيه الكذب يحلل فيه الحرام ويحرم فيه الحلال يؤمر فيه بالمنكر وينوها فيه عن معروف يحترم فيه المفسد ويحتقر فيه المرشد يمجد فيه التغاء ويحتقر فيه المصلحين يتقدم فيه الجهر وتورى فيه العالم يتحدث فيه التافة ويصمد فيه العاقل يتبع فيه الغوغاء ويؤذر فيه النجباء يجدن فيه الشرفاء ويطلب عنان عنان الخبثاء يشيب فيه الغلمان وتصاب فيه الشيبان تبجل فيه الفواحش وتزمي فيه المكالم تضيع فيه الأرباب وتقامل ولائم للذائب ده اللي هو مدخل المناخ اللي احنا عايشين فيه كلنا وشايفينه ومحاطين به شئنا أم أبعينا حوالينا وأمامنا وقدمنا زي ما الشرطان كبير اللي أتيناهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم هم فوقهم ومن تحتهم بعين بقى كده يحتركنهم ويخذفهم في جهنم والعزب الله اللي هم إيه الغوين أما المؤمنين المتقين فلن يكون لهم عليهم سلطان ما معنى الخيانة ده فيه أستاذة فده أبو الهد أبو حسن عرفت الخيانة في 1.3 ديسمبر 2015 في موضوع دوت كوم قالت إيه هي واحدة من أبشع الصفات التي قد يتصف بها الإنسان فهي مناقضة لإيه للأخلاق الحميدة والتربية القويمة والمسؤولية والدين يعني مناقضة لأربع حاجات الأخلاق الحميدة والتربية السليمة والقويمة والمسؤولية والدين كذلك وتعتبر خرقا ونقضا للاتفاقات الموجودة بين طرف وطرف يعني أنت اتفقت مع طرف معين وأخليت بالعهد معه أو كسرت العهد بينك وبرك والخيانة هي عاية الانتهاك أو خرق لعهد مفترض أو الأمانة والثقة أو للأمانة والثقة اللي بينك من شخص آخر يعني واحد استخلفك أو استأمنك على أهله تقوم أنت رايح يعني وعن عزو بالله أو الأمانة والثقة أو الثقة التي تنتجان الصراع النفسي في العلاقات بين أفراد أو بين المنظمات أو بين الأفراد والمنظمات وكثير من أحيان يعني هو بالعيان هي خرق العهد بينك ومن آخرين كنت أنت فرد أو كنت مؤسسة أو كنت دولة أو كنت قبيلة أو كنت أي حاجة ده الخيانة فتا إيه في الخيانة تحدث الخيانة عند عدم دعم المنافسين يعني أنت قلت الواحد بروح تنافس وأنا حكون وراك إذا بأنت وربوك أفقاتلة إحنا مش هلنش معاكم لابن إسرائيل ما قاله إيه قاله سيدنا موسى تحدث الخيانة عند عدم دعم أحد المنافسين أو نقد ما تم الاتفاق عليه مسبقا يعني أنت فأت مع الرسول العصام تخرج معها لكن في المعركة تخليت عنه أو نقد ما تمت الاتفاق عليه مسبقا أو نقد القواعد المفترض عليه بين الطرفين والخيانة في علم النفس زي ما قاله روجر جاكسون في سنة 2000 سفحة 72-73 الخيانة هي نقد العقد الاجتماعي اللي بينك ومن المجتمع اللي بينك ومن الناس اللي بينك ومن الشركات إلى آخر إلى آخر ده بعد المعاني للقيانة الصورة اللي نحن شايفينها بس مش شايفة بتاع الفيسبوك هي اللي موجودة على الفيسبوك الخائن لي أكثر من وجه وجه جميل يرى به الناس في المحتفلات يبتسم يبكي يحضن أطفال يقبل الأرامل والمساكين إلى آخر إلى آخر للمجهة الجميل فالناس سأف وطعيت وتقول يا سلام جزاكم من الله خير وليه جوه قبيحة جوه شريطانية وده الرسم اللي موجود على صفحة الفيسبوك بتاعتي لأكثر من وجه الخائن داي المنافق لأكثر من وجه الخائن كالمنافق له أكثر أو الخائنة داي المنافقة له أكثر من وجه أما تعريف الخيانة في الدين الإسلامي ففي القرآن في خمس أو ست تعريفات في سورة الأفانة في سورة الأنفال ربنا قال سبحانه وتعالى وتخونوا أماناتكم الأمانة ما تخونها هذه خيانة في الأمانة في الدين الأمانة هي الدين وفي المال ولا تكن الخائنين قصيما لأنه مرة اتنين في سورة النساء 105 وفي الشرع وإن يريدوا خيانتك فقط خانوا الله من قبل يا محمد تقول خانوا الله من قبل قبل كده ده في الأنفال وعود السبعين يعني تركوا الأمانة في السنة اللي ترك الأمانة في السنة هيترك الأمانة في الفرد في الزينة في سورة يوسف 52 وإن الله ليهدي كائد الخائنين وفي نوقع العهد وإما يتخفن من قوم خيانة ده في الأنفال 58 كل هذه أتت في ورقة اسمها بصائر ذوي التمييز 152 أو 252 يعني القرآن في موادع كتير جدا تحدث عن الخيانة تحدث عن الخيانة تحدث عن الخيانة أما في السنة النبوية عن عبد النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعة من من كنا فيه كان منافقا خالصا يعني عن الخيانة أحد أركان أو أحد خصائص النفاق من كانت فيه خصائص منه كانت فيه خصائص من النفاق حتى يدعها حتى يدعها أربعة خصائص أول حاجة إذا أقتوا من خان يبقى خيانة الأمانة إذا حدث كذب إذا عاهد غدر إذا خصم فجر رواهم مسلم في والبخالي يبقى خيانة الأمانة هي صفة من صفات المنافقين نبوية 2 عن أبي هريض اللعنة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الجوع اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئسة الضجيع يعني بينام معايا حتى في السرير بتاعي من الجوع وأعوذ بك من الخيانة كل يوم يستعيد بالله سبحانه وتعالى من الخيانة فإنها بئسة البطانة يعني أسوأ شيء الإنسان يعمله في حياته أسوأ شيء بئسة البطانة أنه هو يخون الآخر فعن جاب رضي لعنو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإنسان أنه يطرق باب أهل بيته بالمساء علشان يتلصص عليهم أو علشان يتلامي يلتمس العصرات لا أعلمهم أنك جيد لا يتخون أهل بيتك ولا يتخون أهل بيتك طيب النهاردة هنتكلم عن المسؤول المسؤول ده سواء كان أمير كان وزير كان رئيس جمهورية كان ملك كان رئيس وزراء كان مسؤول كان مدير مدرسة كان مدرس كان أستاذ في الجامعة كان أب كل هذه الأشياء ليه أنا بركز عن المسؤول لأن المسؤول هنا هو صاحب قرار المسؤول هنا هو صاحب قرار المسؤول هنا المسؤولة هنا هي صاحبة قرار بمعنى المسؤول أو المسؤولة عنده السلطات كل هذه السلطات سلطات تنفيذية سلطات أدبية سلطات مجتمعية ثقافية فكرية فلسفية توجيهية تربوية أخلاقية رقابية صفات في الحماية والدفاع التدريب والتأهيل سلطات في الحماية والدفاع تدريب والتأهيل تمكين وقلات الأجيال الإنفاق والاقتصاد وتنميه والسلام دي مسؤولية المسؤول بغض النظر عن من هو المسؤول فلذلك أنا بدنا نركز عن خيانة المسؤول هي خيانة كبرى أو عظمة إزاي المسؤول يصبح خايم بقى في 17 نقطة أنا هتكلم عليهم 17 نقطة أنا هتكلم عليهم أول حاجة أنه أو أنها لا تنتمي إلى الوطن أو لا ينتمي إلى الوطن الذي يمثله أو الذي يقوده أو للمؤسسة التي يمثلها أو للحزب الذي يقوده إلى آخره عدم الانتماء والانتماء لشيء آخر فيبقى خان الأمانة اللي بينه وبين الوطن بتاعه وبينه وبين المؤسسة بتاعته ثم أتنين أن يأتي بفلسفات غريبة يفرضها يفرضها هذه الفلسفات أو تفرضها هذه الفلسفات على الشعب على المجتمع بتاعها ما أنزل الله بها مسلطان بالنسبة لمثل هذه المؤسسة للشعوب يأتي بمثل هذه الفلسفات أن الناس مش فهمها فيفتتن الناس فيحصل انقسامات داخل الشعب أن يأتي لهم أو تأتي لهم بعقيدة جديدة عقيدة لم يعرفوها فتحصل خلافات ما بين ما جميع الشعب كله أو ما بين المسؤولين أو ما بين اللي هم المشاركين معهم في المؤسسة بتاعتهم فتنقسم المؤسسة وتنهار المؤسسة أو تنهار الدولة ثم تنهار المجتمع في الثقافات الجديدة اللي هم تجيبها فأنت بتخون أنت عندك ثقافة محترمة ببلدك الناس عاشوا أتعرفون يا شباب كيف تتكون الثقافة وكيف نصنع الثقافة الثقافة تكونها الأجيال التي عاشت على أرض الوطن في أماكن معينة بطريقة معينة بسلوك معين لكي تصنع وجود للمجتمع داخل هذه الأماكن فتظهر في الملبس والمأكل والمشرب والغناء والشعر والأدب وكل هذه الأشياء فتتحول هذه الثقافة اللي على مستوى الحارة وعلى مستوى الشارع إلى ثقافة مجتمعية تعايش على الناس لمئات السنين فلما نجي نجي ناس يأتوا ويهدمون الأحياء ويهدمون المراكز ويهدمون كل هذه الأشياء لذي يعطوا الثقافة بتاعت الناس فهو بيخون ثقافة الشعب فهذا خائل لثقافة الشعب في الفكر وأطفال والمجتمع يعرفها وتربى عليها إلى آخره وأصبحت بالنسبة له القيم وأخلاقيات بيدمرها ويجيب أفكار جديدة لم يعرفها المجتمع من قبل التاريخ الناس الزعماء اللي بيذوروا التاريخ اللي بيخلوا اللي هو الكافر مؤمن والمؤمن كافر والظالم رحيم والرحيم ظالم والسارق نبيل والنبيل سار زي ما لك كلمت في أول المحاضرة بيخلوا ده بيغال التاريخ ولك فلان هذا كان كذا وكذا 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 تزوير التاريخ وتغيير التاريخ ده من اخيانة من اخيانات العظمى ضد المجتمعات أو محو التاريخ بمحو الأثار بتاعته ديما بيحصل في سوريا دلوقتي من تدمير كل ما كان أثار جميل في سوريا أو في اليمن من قبل أو في العراق ما رح نشوحنا المصر وشفنا مع حدث في المصر قبل كلا في الاقتصاد يطلعون نظرية قصة دي كثيرة دم الاقتصاد البلد يبيعوا الأراضي لناس من عرفهم شي يبيعوا المياه لناس من عرفهم شي يبيعوا الهوى لناس من عرفهم شي ويستيقظ المجتمع على ناس يملكون دولته ويملكون وطنه وليس هو ولا أبناءه ولا أحفاده لن يكون لهم أي قيمة في هذا المجتمع يبيعوا الجزر يبيعوا أي حاجة ده خاين أو دي خاينة واللي وافقوا عليهم هما بيعملوا هذه الأشياء هما خاونة أيضا فبيدمر الاقتصاد المحلي بيخلوا طلعوا نظرات جيدة أنه لا نجعل الشعب منتج لا نجعل الشعب بصاحب إنتاج سواء كان إنتاج أدبي إنتاج ثقافي إنتاج علمي إنتاج زراعي إنتاج حيواني كل هذه الإنتاجات بيمنعوا الزراع ومنعوا الزراع ومنعوا كل هذه الاقتصاديات وبيدمر اقتصاد البلد لكي يعتمد على اقتصاديات أخرى تأتي من الخارج هو ينتمي إليها في مجال المهنية والتدريب والتأييل يمنع المهنية ومنع التدريب ومنع التأييل لكي يجاهل الشعب بالإضافة إلى إضعاف منظومة التعليم فيبقى الشعب جاهل يبقى الفقراء والمساكين والمحدود الدخل أو المحدود الدخل من هؤلاء الناس هم غير قادرين على استكمال تعليمهم إن أباهم غير قادرين على دفع المصاريف الدراسية للأبناء ولا فيه تأهيل ولا فيه تدريب ولا فيه تنمية المهنية وفي نفس الوقت بيحاول إنه لا يدعم التعليم في أي بلد تجدوا أن التعليم لا يدعم من الوزارات أو من الحكومة فعرفوا أن هذه حكومة فاشلة وفاسدة وهي حكومة خائنة لمجتمعها لأن العلم كالماء والهواء التعليم لابد أن يصبح كالماء والهواء من حق كل إنسان في المجتمع أن يتعلمه ويحصل عليك الأثار نشايفين في دول كثيرة جدا 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 دول يعني سوريا تسرأت أثارها العراق تسرأت أثارها اليمن تسرأت أثارها مصر تسرأت أثارها وكل دور غيرها وتلاقي الأثار دي موجودة في كل حتة ومن البجاحة بتاعت الدول اللي سرأت الأثار دي مع المسؤولين الخوانة في مثل هذه الدول لما أخرجوا مثل هذه الأشياء أنهم عندين يتفرجوا عليها وكأنها جزء من تراثهم وترقهم أيضا الخان هو من يقمع الحريات ولا جد أحد يتكلم ويكمم الأفواع ويزود القبضة الأمنية والقبضة العسكرية على كل إنسان يعيش داخل المجتمع أن الذي مكن هذا الإنسان الذي يدفع المال وراتب هذا الإنسان هو كل إنسان داخل هذا المجتمع فهو يخون كل إنسان من أبناء هذا الوطن الذي مكنها ومكنه الذي يدفع له راتبه أو الذي يدفع له راتبها اللي بيهد أي بناء مجتمع ده خائن الهادم خائن الذي يهد أي بناء مجتمع بنته أيادي مؤمنة مخلصة ووطنية في أي مكان في العالم ده أطور خائن أيضا الذي لا يستثمر في بناء كلادات المستقبل وشباب مستقبل ويجعل الشباب تائه في التين ليس له شخصية ولا ليس له حيثية ولا ليس له قيم ولا ليس له أخلاقيات إلى آخر إلى آخر ده خائن أيضا بيضيع أغلى ما في المجتمع لهم الموارد البشرية التمكين لا يمكن لا المجتمع ولا الجمعيات ولا المواطن بل يجعلهم تنبع ويجعلهم متخلفين ويجعلهم معتمدين على المساعدات فقط ويجوعهم ويشردهم ويشردمهم ويهدم الأماكن التي يعيشون فيها ده خائن أيضا الذي شخص الأمور كلما اختار يعني كلما يعني انتقده شخص أو انتقدته امرأة شخص الموضوع أصل الست دي فيها بني وبينها مشكلة أصل الرجل ده في بني وبينها مشكلة لا ما فيش مشكلة كن موضوعي بص الموضوع بص المشكلة اللي بيشخصا اللي بيسايسا اللي يقولك لا أنا حساعد حزبي فقط أو يجامعا أنا حساعد جماعتي فقط ده برضا خائن أو أنا حساعد عشرتي فقط أو أنا حساعد شلتي فقط في المؤسسة أو أنا حساعد عائلتي فقط ده كلهم خوانة المجتمع لأن العمل الاجتماعي والمسؤولية الاجتماعية على الفرد الذي يقدم نفسه أو الذي يقدم نفسها أنه خادم المجتمع لابد أن لا يكون مملوكا لا لعائلة ولا لحزب ولا لجماعة معينة ولا لمذهب معينة ولا لشلة معينة ولا لعائلة معينة طالما هو وقف على منصة المجتمع وأصبح شخصية عامة فلابد أن يكون هو ملك المجتمع جميعا نمر 17 ودي من أهم النقاط للإنسان اللي بيسعى سعي حثيث للحصول على مسؤولية هو غير كفء لها فهو خائن أيضا أنا لا أستطيع أن أدير لو أستطيع أن أتكلم إنجليزية لو أستطيع أن أكتب المشاريع لو أستطيع أن أصبح وزير إلى آخر إلى آخر ومع ذلك قاتلت علشان أبقى فلاني لفلاني دي ما رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الرواه أبو هرية رضي الله عنه وقال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال كيف إضاعتها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إزاي حندع الأمانة الأمانة دي حاجة كبيرة جدا مش ممكن نضيعها مش ممكن يعني الصحابة كان يعتبر مثل هذه الأشياء أشياء عظيمة مش ممكن تحصل فرد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أسند أو وسد الأمر إلى غير أهلي فانتظر الساعة إما الإسناد أو التوسيد لغير الأهل لأبناء المجتمع فده يعتبر إما أننا أأتي حريص على أن أكون أنا الرئيس وأنا لاستو كف أو أنا المدير وأنا لاستو كف أو أنا الوزير وأنا لاستو كف فأنا علامة من علامة الساعة أو يدفعني لبعض الآخر على أن أصبح هذا في الأسر أصبح هذه علامة من علامات الساعة أن يسند الأمر إلى غير أهلي السبعتاشر النقطة دي بتقول إن هذا المسؤول خائن خائن في الانتماء في الفلسفة في العقيدة في الثقافة في الفكر في التريق والاقتصاد في المهنية والتدريب والتأيير في التعليم في الآثار في الحريات من المجتمع من أقلات مستقبل و الأجهر القادمة التمكين المجتمع للأفراد والجمعيات الشخصانة والاستفادة من بشرة السايسانة والحزبانة والجمعانة المذهبية والشريلية العائلية الإنسان اللي بيسعى إنه يعخذ وظيفة أو يحصل وظيفة هو ليس يقف إليها كل هؤلاء تعتبر دي مداخل مداخل قيانة الإنسان الوطنه والمجتمع رسالتي يا شباب ليكم اليوم أنا طبعا ما طولت لش النهاردة كتير إيهوا الشباب الواعي المدرك الفاعل المفاعل مش كفاية أنك تكون فاعل أنت نفسك لا لابد أن تكون فاعل لتفاعل مدرك ليدرك الآخرين واعي لياع الآخرين تكون حركتك في الحياة حركة إيجابية تحرضك المجتمعات حول إيمانك ببناء المجتمع اللي أنت عايش فيه الفاعل المفاعل المتطلع إلى ماذا؟ إلى بناء المستقبل مستقبل أماء مستقبل أفضل وحياة أرغد لمن؟ لأبناء الأجياء القادمة وأبناء الأسلالين السنية ده دورك أيها الشاب ودورك أيها الشابة ما نجيش نقيم الأعذار على أخطاء الآخرين أصل المجموعة دي عمل كاتب المالي هم عملوا كذا هم اقتهدوا وأخطأوا أنا ليه ما اقتهدش؟ يمكن أنا أقتهد وأصيب يمكن أنا أقتهد وأنقز يمكن أنا أقتهد وأنتج يمكن أنا أقتهد وفي نفس الوقت أبدع أو أبتكر أو أخترع خلاص من اقتهد وأخطأ فله أجر واحد واللي اقتهد وأصاب فله أجران فمن عيش بقى في قوقعة أسلوم عمل وكذا ده كلام فعلا أخرج من الفقاعة دي كلها وتعالوا نتكلم عشان نعيش للمستقبل ونصنع المستقبل يا الشباب الوعي المدرك الفاعل مفاعل ومطلع أبناء مستقبل أفضل وحياة أرغد لأبناء لأبناء وطني وأبناء الإنسانية جمعاء نحن سمعوا دي بقى يا شباب لا نخون أحد ولن نخون أحد لا نشك في أحد من أبناء الوطن ولن نشك في أحد لا نغتاب أحد ولن نغتاب أحد لن نجد أن نضيع حقوق أحد وما أضعنا حقوق أحد لا نرغب في أن نفضح أحد أو أن نظلم أحد إن هذا نحن تكون هؤلاء الناس أيها الشباب بل نريد أن نتقصى الحقائق ونتوخى الحذر نتتبع منهجية سياسات عادلة لا تفرق بين المواطنين على إيه؟ على أساس عرقي أو جنسي أو فكري أو فلسفي أو ثقافي أو عقيدي أو مذهبي أو سياسي أو قومي أو اختلاف تاريخي أو إمام بحضرات ونهضات مختلفة خارجية لا مش هنقسم المجتمع لأنه هنلملم جراح المجتمعات سنلملم جراح المجتمعات سنلملم جراح المجتمعات وعشان نحقق كل هذا يا شباب بدي رسالت ليك واضحة جدا أتمنى نكتعوها علينا أن نسير داخل هذه المسيرة الثلاثية الأبعاد واحد اثنين ثلاثة ليها ثلاثة أبعاد المسيرة التي نعلم نشكلها البعد الأول هي القاعدة المعرفية القاعدة المعرفة البعد الأول قاعدتها المعرفة الثاني الثاني قواموها الإدراك الثالث سنموها الوعي المسيرة بتاعتنا قاعدتها المعرفة قواموها الإدراك وسنموها الوعي المعرفة والإدراك والوعي هي المسيرة بتاعتنا ما هي المعرفة ايه معنى المعرفة المعرفة معناها العلم والتعلم العلم قد يأتي لك من خلال والدك والدتك مدرس أستاذ في الجامعة وتجرؤ معنا أما التعلم فهي الحركة الإيجابية التي تجعلك أنت الذي تطلب العلم أنت الذي تطلب العلم وأنت الذي تتحرك العلم وأنت الذي تتحرك العلم وما تناميش وما تنامش عشان عايز تتعلم أقرأ أقرأ أبحث أبحث أكتب أكتب كل هذه الأشياء يبقى العلم والتعلم التاني القراءة والاستقراء القراءة برضا كنت تكون يعني شيء عادي بس القراءة بعضها من الإدراكة أما الاستقراء فأنك ترى ما بين السطور ما دهب بين السطور التي قرأتها الاطلاع والاستنتاج ده كل ده تعريف المعرفة أنا بطري على الأشياء كتيرة جدا لكن لا أستطيع أن أستنتج منها عراء معينة وأنا أطلع أن أستنتج العراء التي أستخرجها لكي تصلح المجتمعات وتساعد المجتمعات الثقافة أتثقف لأثقف الآخرين أتثقف لأعلم الآخرين أتعلم لأعلم الآخرين كذلك وهكذا المعرفة هنا ليست حركة سلبية إنما هي حركة إيجابية تجعل الإنسان يتحرك بإيمانه بالمجتمع لكي يصلح المجتمع داخلياً وخارجياً رأسياً وأفقياً ويحيط تحيط حركة إصلاحه بكافة جوانب المجتمع بالنسبة للمعرفة اللي هي قاعدة المسيرة اللي احنا هنعملها التاني الإدراك يعني الإدراك بإيه معنا الإدراك الإدراك هو شيء ملموس هو مفهوم ذو ارتباط ملموس لو دلالات تستطيعنك تتجسدها يعني إيه الإنسان عارف لما يأكل كتير كربوهادريت أو دهون حيدخن ممكن يجيله مرض السكر أو سمنة إلى آخر يعني أنا عارف أو كنا عارفين وكل شيء بيؤدي إلى السمنة بيؤدي قد يؤدي إلى هذا المرض أو بمعنى آخر أنت مدك لوقائع ليه لأن فيه عدة عامل أنت شفتها وحستها أنك مش قاعدة تتحرك عشان السمنة أصبح الإنسان بينهج أصبح الإنسان عنده مرض من الأمراض نتيجة السمنة إلى آخر يبقى ده نتيجة الأكل الكتير يبقى يكون الشيء أن مدرك شيء محسوس متجسد أمامك لا يا ابني ما تاكلتش النهاردة مسبوسة كتيرة ولا لاوة كتيرة ولا رز كتير ولا كذا كتير يا حسن ده حالة خالك تتخن ولما تتخن ممكن تتعب ولما تتعب ما دارش تمشي وما تمشي ممكن تحصل لك مشاكل في ركبك مشاكل في دارك أو مشاكل في دارك يا بنتي إلى آخر إلى آخر أن تكون مدركا ليس بالضرورة أن تكون وعيا يعني في فعر ابن الإدراك أنك شيء منموس ياي شوف شكله بقى عامل إزاي شوف يا أختي شكلها بقى عامل إزاي ده أنت ضحت أصمدرك من الشكل يتغير خاصة في أثناء اليائحة بتاع الكوفيد نحن نرى أن أغلبنا اللي لم يأكل كلنا أو معظمنا ازدادوا أزنه بيأكل ومو بتحركش من البيت حركة أصبحت قليلة فده معنى الإدراك تكمل موسي أما الوعي وأن تكون وعيا له علاقة كبيرة بالروح يعني أنت بتتخيل ماذا صحيحة في المستقبل لأنه يرمز إلى تلك الدرجة من الإدراك العالي الدراك العالي أين يصبح العالم الفزائي غير عائق لحظة لهم يعني في نفس الوقت أنت يبص طيب لما أنا حيزداد وزني يحصل تتفكر بقى أنت مش شايف يحصل لكن هتفكر 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 لأن أنت أصبحت تجد أن ذات الوزن ده بيؤدي إلى خطر كبير جدا يؤدي إلى بس مش في السكر لكل الناس عارفة لكن لأشياء كتير جدا احنا تكلمنا عنها وأن يكون إنسان وعيا مدرقا للعالم المتافيزيقي مش بس العالم الفيزيقي المتافيزيقي التفاعلات والتعلم والتجارب والمعرفية الفيزيقي بمعنى إيه؟ بمعنى أن الوعي ده هي أعلى درجة من الإدراك اللي بينتقلنا من مرحلة مرحلة أخرى من مرحلة الحس الشعور المحسوس إلى محارة اللي هو تطلع ماذا سيحدث للإنسان في المستقبل فأن تكون في حالة وعي هو أكثر عمقا وتوسعا من أن تكون في حالة إدراك الوعي أعلى بكتير من الإدراك يعني الناس تقول طب الناس خرجت من ظهرات أخي طب ما تغيروا النظام هتعملوا إيه؟ يا بس إيه؟ طب بس نعمل طب بعدين كلمة وبعدين دي كلمة وبعدين دي كلمة وبعدين دي كل شيء تحط كلمة وبعدين 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 ده معناه أنك بتدرك ما سوف قد يحدث فينا بعض أما أنك تخرج في الشارع دون ترتيب وتعمل مظاهرات وتعمل تكسير وكذا وبعدين فده يعني مش كفاية أنك تعمله لكن يجب أنك تعي ماذا سيأخذ ماذا سيحدث هذا العمل ماذا ما هو تأثير هذا العمل عن مجتمع في السنوات القادمة الإدراك يعتبر شرطاً مسبقاً للوعي الإدراك يعتبر شرطاً مسبقاً للوعي فأنت لا يمكن أن تكون لشيء ما لم تكن مدركاً له أو أنت أنت لا يمكن أن تكون لشيء ما لم تكن مدركاً له يب anxiety لابد تودك tinhat علشان تكون لهذا الشيء كافة المعرفة أن تؤثر على إدراكك وعيك أيها الشباب الناس بتقول زي ما الكلام ده كده في الروح للحكمة الكونية 24 يناير 2018 بيقول إيه بيقول المعارفة قوة طبعا اللي هي knowledge أو المعلومات قوة knowledge ومعلومات قوة المعارفة قوة وذلك لأنها نقطة البداية المعارفة قوة لأنها نقطة البداية لقيام إيه يعني المعارفة قوة لأنها نقطة البداية لقيام ثورة الوعي نقطة البداية لقيام ثورة الوعي يبقى معرفة ثم إدراك ثم وعي وهي بداية الإدراك والوعي يبقى معرفة ثم الإدراك ثم الوعي الإنسان لم يكن عنده معلومات مش ممكن حيدرك ومش ممكن حيستطيع أن يرفع مستوى الوعي في المجتمع المعرفة تجعلك مجدركاً لحقائق واقعك المحيط بك وفي المقابل هذا الإدراك يجعلك واعياً لهدفك الأسمى والمعرفة تجعلك مدرك لحقائق الواقع والإدراك ده يجعلك واعي للهدف الأسمى اللي أنت عايز تحققه فلا شيء يحدث بلا سبب وفي النقطة التي تبدأ عندها أنت أيها الشاب وأنت أيها الشابة في التساؤل والتشكيك حول حقائق واقعك الذي يدور حولك واحتمالته تلك هي اللحظة التي تكون فيها قد أصبحت حقاً واعياً قد أصبحت أولها تاني المعرفة قوة وذلك لأنها نقطة البداية لقيام ثورة الوعي هي بداية الإدراك والوعي المعرفة تجعلك مدركاً لحقائق واقعك وفي المقابل هذا الإدراك يجعلك واعياً لهدفك الأسمى فلا شيء يحدث فلا شيء يحدث بلا سبب وفي النقطة التي تبدأ عندها في التساؤل والتشكيك حول حقائق واقعك واحتمالته تلك هي اللحظة التي تكون فيها قد أصبحت حقاً واعياً هذا في روح الحكمة الكونية 24 يناير 2018 كيف المعرفة أن تؤثر على إدراكك هو وعيك والشاب وعيك والشاب كيف إزاي فالعلم المعرفي المؤسس لإيه العلم المعرفي المؤسس لفقه المعرفيات والمؤثر لمصارات المعرفة هو قاعدة الإدراك العلم المعرفي أو له تاني العلم المعرفي المؤسس لفقه المعرفيات والمؤثر لمصارات المعرفة هو قاعدة الإدراك الراسخة الصانعة للوعي المجتمعي والمفلسفة لمدارات حيثياته ولا تالت العلم المعرفي المؤسس لفقه المعرفيات والمؤثر لمصارات المعرفة هو قاعدة الإدراك الراسخة الصانعة للوعي المجتمعي والمفلسفة لمدارات حيثياته وهذا يأخذنا مرة أخرى لأصول المعرفة الإدراكية الوعية المعرفة الإدراكية يعني ما معرفة إدراكية وعية نتذكر حينما أتى سيدنا زيوني عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأراده أن يقرأ فقال له ما أنا بقارئ ما أنا بقارئ ما أنا بقارئ نعرفين المشهد ده الناس فكروا أن كلمة تقرأ يعني قراءة فقط لا أبدا أبدا ناس كلها تعتقد أن المعنى الحرفي لكلمة اقرأ والكتابة فمحمد صلى الله عليه وسلم ما كانش قارئ وسيدنا قابلك عارف هذا الأمر بل كانت كانت في شمول دلالتها المعرفية العلمية البانية للإدراك والمنتجة الوعية المجتمع كلمة اقرأ هنا ما كانش القراءة والكتابة بل كانت شمول بل كانت شمول دلالتها المعرفية العلمية هو الباني للإدراك والمنتج للوعي المجتمعي كلمة اقرأ بس بتكون من أربعة حروف هي لأدرالات معرفية علمية تبني للإدراك البانية للإدراك والمنتجة الوعية المجتمعي فإن أردنا محاسبة هؤلاء الخوانة لأننا كلمنا عنهم وعن خصائصهم قبل كده وإزاي بيخون الوطن في مجالات مختلفة من الطغاء الظلمة فعلينا إحنا بقى أننا شخصيا نعمل مسارات لهذه المسيرة لأننا سنكون مثل سيدنا القرنين سيدنا القرنين لما ذهب إلى أقصى المغرب وكانت تغرب في عين حمق واجه عندها قوما القوم دول قيل له إما أن تعذبوا وإما أن تتخذوا فيهم حسنة في سيدنا القرنين لهم راح نكملك عادل قال لا أما من ظلمه فسوف نعذبه د lograr ذلك اللي ظلم هو اللي حنعذبه لكن ما ظلمش مش هنعذبه ولللي ظلم هنعذبه في الدنيا وربنا هنعذبه في الآخرة لكن ما ظلمش إحنا حنقول لهو حسنا في الدنيا وربنا سبحانه وتعالى هنقول لهو حسنا في الآخرة فهنا إحنا قبل ما نحكم على الخوانة وهما منهم كثير دولوقت كثير لكن الحكم الشيء والمشاعر الشخصية الشئ التالي فإن أردنا محاسبة هؤلاء خانة من الطغاة الظلمة فعلينا أن نسير داخل مسارات هذه المثيرة ثلاثية الأبعاد المبنية على ثلاثية أبعادها لتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة والتي أحلم بها أبناء هذه المجتمعات اللي هي المعرفة والإدراك والوعيد فعلينا أن نعلم لندرك لنعيد قبل أن نزلح كامل على الطغاة حتى لا يستغربها أبناء المجتمعات يعني عشان إيه؟ ما نحكمش عليهم حكم يكون فتنة لأبناء المجتمع ودي هو الشيء اللي نجح فيها هؤلاء الطغاة وهؤلاء الخونة اللي هو في تجهين المجتمعات عدم دعم الخدمات الصحية أصبح الأب هو المسؤول عن التعليم الأب والأم طبعاً هو المسؤول عن التعليم وعن الصحة وعن التأهيل وعن التدريب وعن نياجة وظيفة لابنه وأصبح هم مشغالين بأعشاقة كتيرة جداً فذلك هم نتكلم عن إيه؟ نتكلم عن شيء عن شيء هؤلاء الخونة من الطغاة اللي احنا شايفينهم قبل أن نحكم عليهم لابد أن هذا العديد صحيحة المعرفة ثم الإدراك ثم الوعي قبل الحكم المعرفة والمعرفة بس مش لمجموعة معينة المعرفة للمجتمع ثم أن نجعل المجتمع يدرك ثم أن نجعل المجتمع يعي وده أكثر أصعب أشياء ممكن الداعية أو ممكن أن يعامل الإنسان المجتمعي أن يعمل فيها داخل مثل هذه المجتمعات المحاطة بالذئاب الذئاب الوطنية والذئاب الخالجية طبعا أنا أشكركم شكرا جزيلا على حسن استماعكم لي اليوم وأتمنى أن ربنا يكون وفقني نوصلت لكم الفكرة لكم تكون أفسط من كده لكنها في بعض الأشياء علشان دايما حتى ولو احنا نشعر الشعور شيء لكن إقامة الحقائق شيء تاني والدلاليل والربراهين شيء تاني هل استمعت له هل سألته هل 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 كما تحكم عليه تحكمش على حد قبل ما يكون عندك قراء ودلائل واضحة قدامك لكن الخوانة كثير والمدنسين كثير والمدنسين كثير جدا 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 لكن ومع ذلك لأن احنا نبني نظام عادل قائم على الوعي والإدراك والمعرفة قبل الحكم جزيلا وشكرا لحسن استماعكم لي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونراكم غدا نفس المحاضرة بلغة الإنجليزية في نفس المعادل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته